في الوقت الذي تشجع فيه الصين عرقية الهان على إنجاب المزيد من الأطفال فإنها تتخذ إجراءات لخفض الموليد بين مسلمي الأيغور بل وتقوم بعمليات تحديد نسل بين أبنائه بشكل قصري وأعلنت جمعية تنظيم الأسرة في الصين أنها ستتدخل في عمليات الإجهاد بين النساء في محاولة لتحسين الصحة الإنجابية ابتداء من هذا العام حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية يأتي هذا الإعلان بعدما يقرب من خمسة أشهر من إصدار مجلس الوزراء في الصين إرشادات لتقليل عدد عمليات الإجهاد التي يتم إجراؤها لأسباب غير طبية تحت زعم تعزيز حقوق المرأة الإنجابية ويعزي بعض المحللين السبب للإرشادات لما تواجه الصين من خفاض في معدل الموليد وتزايد عدد المسنين حيث ألغت السلطات سياساتها التقييدية المتعلقة بالولادة وأدخل التدابير مختلف لزيادة معدل الموليد بينما يشير خبراء إلى أن الحد من الإجهاد غير مرغوب فيه يهدف في النهاية لتحسين خصوبة المرأة في الوقت الذي تشجع في الصين عرقية الهان في البلاد على إنجاب المزيد من الأطفال فإنها تتخذ إجراءات صارمة وظالمة لخفض معدلات الموليد بين مسلمي الأويغور وفي حين تحدثت نسوة من قبل عن تحديد نسل قصري فإن الممارسة أصبحت أكثر انتشارا ومنهجية مقارنة بما كان معروفا في السابق وذلك وفقا لتحقيق أجرات Associated Press في وقت سابق استنادا إلى حصاءات حكومية ووثائق رسمية ومقابلات مع ثلاثين محتجزا سابقا وأفراد أسر ومدير معسكر احتجاز سابق وتوضح المقابلات والبيانات أن الدولة تخضع نساء الأويغور بانتظام الفحوصات حمل وتجبرهن على وضع موانع للحمل وتحنقنهن بمواد تصيبهن بالعقم بل وحتى أجهضت مئات الألاف من مسلمات الأويغور اشتركوا في القناة